حفلات كريس براون تتطلب بذلة واقية للرصاص على ما يبدو أن دراما تملأ حياة كريس براون حيث كان في سان خوسي يحيي حفلا لكن الأمور لا تبدو على ما يرام حسب ما نشاهد في هذا الفيديو فقد وقع عراق في المكان وبدأ بعض شبيحة الضواحي الأمريكية بإطلاق الرصاص في المكان وهذا الفيديو الذي يظهر فيه أحدهم وهو مصاب خرج كريس من المكان سليمان وكتب على تويتر رقم 100 والذي يعني في لغة الراب إنه بخير هذا هو وقامت الشرطة باعتقال بعض الأشخاص المرتبطين بالحادث